موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو السابع عشر من شهر فبراير للعام 2018 ما زلنا نعيش الذكرى السابعة لثورة فبراير والربيع العربي وما زلنا نطرح أسئلة الثورة والتغيير لأننا ما زلنا بحاجة إلى فهم ما جرى وفهم ما يجري حتى الآن والذي جرى ليس حدثا عاديا يمكن أن نمر به مرور الكرام الذي جرى حدث تاريخي لا يقع في عمر الأمم إلا في النادر الأمم لا تثور كل يوم ولا كل عام ولا كل مئة سر حتى لهذا ينبغي أن نتوقف دائما وطويلا أمام هذا الحدث حتى نستخلص منه كافة العبر والدروس والدلالات لأنه حدث استثنائي يعني أحنا عمر أمة العرب عمر أمة العرب من يوم البعثة الإسلامية اللي اليوم قرابت ألف وخمسمائة سنة أو ألف وربعمائة سنة وشوية هذا التاريخ كله لم يشهد ثورات شعبية بالمفهوم غير هذه المرة غير مرة واحدة حدث استثنائي بكل المقاييس التاريخ ليس مجرد حكاية التاريخ بالأحرى ينبغي أن يتحول من حكاية إلى درس وإذا لم يحدث ذلك سنظل مثل جمل المعصر الندور في مكاننا ونحن نظن أننا قطعنا مئات الأميال والسؤال الذي يشغل بال الجميع الآن هو هل فشل الربيع؟ هل فشل الربيع العربي فعلا؟ أم أن الثورة المضادة نفسها أو نفسها قد أصبحت وسيلا من وسائل الثورة والتغيير حامل لفيروس التغيير إذا صح التسمية هذا السؤال هذا السؤال وغيره سيكون موضوع حلقة هذا المساء فابقوا معنا اختارت ثورات الربيع العربي أكثر الطرق وأوفرها إلى تحقيق أهدافها المشروع النبيل اختارت طريق النظال السلمي في مجتمعات يملك بعضها ملايين من قطع السلاح خارج سيطرة النظام الحاكم خارج سيطرة الدولة وصنعت من النظال السلمي ملحمة تاريخية لا نظير لها في تاريخ العرب القديم والحديث كما قلت ملحمة في الإبداع والتضحية والإيثار والصمود والصبر لم يعرف العرب لها مثيلا من قبل وكان هذا الملمح هو سر أهميتها التاريخية يعني دلت هذه الملحمة على أمور منها أن الأمة العربية لم تمت لم تمت بعد كما كانوا يتوقعون وأنها جسم واحد تتداعى أعضاؤه بالثورة كما تتداعى أعضاء الجسم الواحد بالسهر والحمة وأن العرب المعاصرين من الدلالات أيضا أن العرب المعاصرين يمتلكون من الوعي والحس المدني ما يؤهلهم لمنافسة الأمم المتقدمة حضاريا لو تركت لهم الفرصة وإطلاق وصف الربيع العربي إطلاق هذا الوصف على ثورات الربيع العربي يعني يحمل منظور دال عندما أطلقه اللي أطلق وصف الربيع العربي على هذه الثورات كانت له في ذهنه شي الذي أطلق هذا الوصف طبعا هي وسائل الإعلام الغربية كانت أحداث الثورة العربية تستدعي في ذاكرة صاحب المصطلح أحداث أخرى شبيها لها وقعت قبل أكثر من كرن ونصف في القرى الأوروبية الإعلام الغربي شبه ما يحدث في الوطن العربي بما حدث في أوروبا في القرن التاسع عشر وهذا التشبيه له دلالته الذي أطلق هذا الوصف أراد القول إن مقدمات هذا الربيع العربي تشبه مقدمات ربيع الشعوب الأوروبية في القرن التاسع عشر وأن المطالب أيضا والظروف كانت متشابهة إلى حد ما لكن طبعا المفاركة غير السارة بالنسبة لنا نحن العرب هي أن وصف الربيع العربي كان فألا سيئا على الثورات العربية الأخيرة رجازا يعني لماذا؟ لأن نتائج ثورات الربيع الأوروبي كانت فاشلة كانت الفشل الظاهري مما يعني أن الفشل في تحقيق أهداف يعني هي فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة مما يعني أن النتائج عندنا ستكون مشابهة لنتائج الربيع الأوروبي لكن هل حقا فشلت ثورات الربيع الأوروبي في القرن التاسع عشر وثورات الربيع العربي في القرن الواحد والعشرين هل فشلت فعلا؟ الإجابة طبعا تحتاج لمعرفة المعايير التي نحكم بها على النجاح أو الفشل ما هو المعيار؟ هل المعيار هو الإطاحة برأس النظام؟ إذا كان هذا المعيار فقد نجحت معظم هذه الثورات لأنها فعلا استطاعت أن تسقط معظم الحكام الذين ثارت عليهم لكن هذه الثورات لم تكن تهدف فقط إلى إسقاط رأس النظام الحاكم بل إلى تغيير النظام السياسي بالكامل وتغيير نظم الحياة الفاشلة التي رافقته وزامنته وهذا الهدف لم يحدث في سلاسل ثورات الربيع الأوروبي ولا ثورات الربيع العربي حتى الآن على الأقل لكن مع ذلك فإننا لا نستطيع الحكم على هذه الثورات بالفشل يصعب الحكم على ثورات الربيع العربي بالفشل لماذا؟ لأن التداعيات التي حصلت بسبب ثورات الربيع الأوروبي مثلا قد أحدثت على المدى المتوسط والبعيد تغيرات مهمة وغير مكسودة ما كانت شد من أهدافها حككت بعض أهداف هذه التغيرات حككت بعض أهداف هذه الثورات التي وصفت بالفشل من قبل هذا في أوروبا يعني أعني أن أغلب سلاسل الثورات التي حكم عليها التاريخ بالفشل وقت وقوعها أغلبها قد وصفت في فترات لاحقة هذه الثورات بأنها كانت حلقات ضرورية أسهمت في إحداث التغيير المرغوب حتى وإن بعد حين طبعا على سبيل المثال الوحدة الإيطالية الوحدة الإيطالية التي تحققت في 1861 والوحدة الألمانية التي تحققت في 1871 ميلادية هاتان الوحدتان كانتا ثمرة أو كانتا نتاجا غير مباشر لما سبكهما من ثورات رفعت المطالب القومية للأمتين الإيطالية والألمانية في الربيع الأوروبي قبل ذلك بعقود يعني أيضا الحكومات الدستورية التي جاءت فيما بعد التي سادت في أغلب الدول الأوروبية مع نهاية عقد السبعينيات من القرن 19 كانت هذه الحكومات الدستورية نتيجة أو نتائج بعيدة للثورات والانتفاضات التي حصلت في الثلاثينيات من نفس القرن الثورات الشعبية الربيع الشعبي بل كانت أيضا ثمرة لما أنتجته الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر حتى الثورة الفرنسية امتدت آثارها إلى أوروبا بعد وقت طويل تأسيس الجمهورية الفرنسية الأولى وما طرحته من أفكار تحررية وقومية وديمقراطية تمثلت في إعلان حقوق الإنسان هذه كلها أثرت فيما بعد وأوجدت دول دستورية معروفة في أوروبا بمعنى نريد أن نقول في خلاصة الكلام أن تضحيات الثوار جهودهم وإيمانهم بعدالة قضيتهم لا يضيع أبدا حتى لو فشلت هذه الثورات مرحليا في تحقيق أهدافها المرسومة المعلنة بسبب المقاومة الشديدة للثورات المضادة وقوانين الحياة كما نقول لم توجد لدعم الثورات المضادة فقط يعني لا يبغي أن نتصور بأنه حتى قوانين الكون تعمل في صالح الثورات المضادة أنت أديت ما عليك من عمل هذا العمل وهذا الإيمان لن يضيع لأنه في الفيزياء لا يوجد شيء يعني ضايع كل شيء سيكون أثر على المدى الطويل ودايما نحن نستشهد بنظرية جناح الفراشة نظرية جناح الفراشة التي تقول أنه ربما رفرفت فراشة في الصين تحدث فيضان في أمريكا بعد مدة من الزمن فما بالك بثورات طويلة عريضة بالتأكيد ستحدث آثار لكن بطيئة وعميقة الثورات العربية الثورات العربية كما قلت اختارت الطريق المستقيم للوصول إلى أهدافها والطريق المستقيم هو أكثر مسافة بين نقطتين كما تقول الهندسة أكثر مسافة بينك وبين غايتك وأعلي بالطريق المستقيم الاحتجاج السلمي والمطالبة بالتغيير السلمي للنظام السياسي الفاسد المستبد الفاشي لكن هذه الأنظمة ودائمها الإقليميين والدوليين عملوا على جر هذه الثورات إلى مربعات العنف والسلاح التي تتفوق فيها الأنظمة الفاشلة مربع يجيده تجيده الأنظمة وجرى ما جرى من حروب أهلية وحروب إبادة في بعض الدول مثل سوريا وقمع بالحديد والنار مثل ما هو حاصل في اليمن ومصر وغيرها وهذه نتائج طبيعية لحالة الانسداد التي قادتنا إليها هذه الأنظمة القبيحة القبعية وصلتنا لحالة الانسداد يا ثورة يا نموت بطي هذه الأنظمة التي خيرت شعوبها بين بقائها مع الفشل أو هدم المعبد الوطن على من فيه لكن مع ذلك فإن مكر الله بالطواغيط والمفسدين يجعلهم أحيانا يتصرفون في خدمة الثورة وفي خدمة التغيير من حيث لا يشعرون سبك أن استشهدت بقصة موسى وقومه مع فرعون لأنها قصة تاريخية والتاريخ هو أحد أدوات التفسير والتحليل السياسي يعني نحن نستشهد بقصة موسى ليس لأنها قصة دينية ولا لإلقاء مواعظ دينية بل لأنها قصة تاريخية نموذجية مثل بقية القصص التاريخي تجسد صراع الثوار والمصلحين بعد طواغيط المستبدين وكيف أن الصراع ينتهي لصالح التغيير في نهاية المطاف حتى لو لم يحقق أهدافه المثالية في وقته وقصة موسى تحديدا يعرفها العرب جميعا ويمكن لهذه القصة أن تكون أداة جيدة في تحليل السياسات الراهنة لأن بنية السياسة في الوطن العربي لم تتغير كثيرا يعني لم تتغير عن بنية السياسة في زمن فرعون موسى رمسيس الثاني ما زال الفرعون المستبد موجودا وما زال هامان الوزير موجودا وما زال كارون صاحب المال الذي يوظف أمواله في الثورة المضادة ما زال موجودا وعبيد السلطة الذي يقوله ما لنا إلا فرعون ما زالوا موجودين والسحرة أيضا المثقفين اللي بيكتبوا في الأنساك العكائدية ما زالوا موجودين إلى الآن في صورة إعلاميين مثقفين وغيره موسى على سبيل المثال قاد ثورة الشعبية ضد نظام الحكم الظالم في وطنه مصر طبعا تعتبر وطن موسى لأن كوما عاشوا فيها كرابة 400 سنة أصبح يعني حاصل على الجنسية بالضرورة قاد ثورة ضد الحاكم في وطنه وتسببت هذه الثورة في نزوح عشرات الألوف أو مئات الألوف من الناس من مصر إلى خارج مصر بعضهم إسرائيليين وبعضهم غير إسرائيليين يعني هناك اعتقاد بأنه طبعا التوراة قالت أنه خرج شعب آخر يعني معها قد يكون من العرب الوافدين إلى مصر القاطنين فيها أو من الذين آمنوا مع موسى من المصريين بعشرات الآلاف خرجوا كما تقول الثورة وربما هناك مبالغة وكان هدف هذه الثورة هو تحرير شعب بني إسرائيل من سلطة القهر والظلم كان هذا هو الهدف المعلن لثورة موسى يعني يومها بني إسرائيل اعتقدوا أن موسى سيخرجهم من جحيم مصر إلى جنة النعيم لكنهم فوجئوا وجدوا أنفسهم عالقين في صحراء سيناء وجنوب الأردن في نهاية المطاف أو في الأردن في منطقة الأردن الآن يعني في الصحراء التي تنتشر فيها الأفاع السامة وينعدم الماء والخضرة واللحوم ومات المئات منهم بل الآلاف بالبلدغات الأفاعي في تلك الصحراء ولهذا عاتبوا موسى عاتبوا اعتاب مروا قالوا له ما معناه يعني أوذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا من يوم ما جئت أنت ثورتك ونحن في مشاكل وأذى قد كنا في مصر عايشين آكلين شاربين مرتاحين إلى أن جاءت نثرتك هذه وألقتنا في هذه الصحراء الكاحلة صلام الله على أيام فرعون فعلا هكذا قالوا بالنص ومات موسى قائد الثورة قبل أن يقطف ثمرة هذه الثورة مات موسى في التي قبل أن يحكك حلمه في دخول الأرض المقدسة وحلمه في أن يكون لديه شعب حر لأنه النخبة لخارجة معلم لم يكن يتمتعهم بالحرية الكافية الشعور بالحرية كانوا متعودين على سيكولوجية العبيد يعني إذن موسى لم يكن نبيا فقط بل كان نبيا وقائدا سياسيا ونحن هنا نتحدث عن القائد السياسي لا عن النبي الثورة التي قادها موسى قاد هذا القائد السياسي لم تحقق أهدافها إلا بعد أربعين سنة بعد أربعين سنة من خروجه من مصر على يد يو شعب النون فيما بعد ومات هذا القائد السياسي قبل أن يحقق حلمه لكن الحلم في النهاية تحقق هذا ما نريد أن نقول من هذه القصة في قصة موسى أيضا نجد فكرة تستحق التأمل اليوم هي أن الفرعون أحيانا كد يخدم أجندة الثورة بدون أن يكصد يعني في البداية هو ربى موسى في بيته وفي النهاية جمع لها الناس في يوم الزينة وقال لد تعال نختبرك وهذا قدم خدمة جليلة لموسى عموما هذه النقطة تحديدا هي القضية الأساسية لهذه الحلقة كيف أنه أحيانا الثورة المضادة أو الطاغية يخدمك من غير ما يشعر الناس والثوار منهم أو غالبيتهم يعتقدون اليوم أن الثورة المضادة للربيع العربي قد أجهضت الثورة تماما وأن المستقبل سيكون أسوأ من الماضي وأنا أعتقد هذه حقيقة خاطئة لا أساس لها لا عندها حجة كافية لأن الثورة المضادة أو قوى الاستبداد والقهر وهي تتصرف بحقد وسؤنية ضد الثورة وهي تفعل ذلك تخدم أحيانا أهداف الثورة من حيث لا تدري ولو على المدى البعيد كما قلت وأفضل مثال على ذلك هو ما فعله علي صالح نفسه علي عبدالله صالح تسببت أحكاد علي عبدالله صالح ورغبته في الانتقام من خصومة تسببت في نهاية الأمر في نهاية مخزية له ولمشروعه السياسي ولعصابته الحزبية الخاصة بل إن حقده وسؤنية تتفضح مشروع سياسي آخر أكثر خطورة من مشروعه لم يكن مفكرا فيه كان مختبئا يعني مشروع الإمام الذي كان مختبئ تحت جلد الثورة كشف هذا المشروع أيضا خروج المشروع الإمامي إلى السطح بهذا المستوى من القبح وفي هذا التوقيت يخدم المشروع الوطني اليمني على المدى البعيد لأنه أيقظ لدى اليمنين حاسة الجمهورية والكرامة التي كانت تفقد وقدم لليمنيين درسا مهما في مخاطر غياب الدولة ومخاطر غياب الحس الجمهوري وحكم اليمنين بلقاح مهم ضد الإمامة والمشاريع الكهنوتية كما أن التوقيت أيضا توقيت ظهور هذا المشروع الإمامي كتخدمنا حتى حين أصبح المشروع الإمامي خصم إقليمي غير مرغوب فيه يمكن أن يظهر في وقت آخر لو أنه جاء في توقيت آخر آخر لربما ساعدته الظروف المحلية والإقليمية والدولية على البقاء إلى أجل غير مسمى لأنه طبعا مشروع مثالي بالنسبة لأعداء اليمن لو لم يكن مثلا ذراع لإيران كانت السعودية تركتها والخليج تركتها لكنهم يحاربون أن ذراع إيراني فقط انكشاف هذه المشاريع الخفية انكشافها هو أمر مهم يخدمنا على المدى البعيد كما قلت هذه خدمة أيضا للثورة المضادة اليوم كل أوراق الإماميين مكشوفة عرفنا طريقتهم الماكرة في التسلل ليلا إلى مفاصل الدولة والمجتمع عرفنا رموزهم وعرفنا مؤسساتهم وأقنعتهم الزائفة عرفنا أن جلودهم الناعمة تخبئ سما زعافا وعرفنا كيف نحصن الجمهورية من مكرهم ولولا هذه الأحداث ما عرفنا هذا كله ولكنوا واصلوا تسللهم الهادئ إلى مفاصل البلاد إلى أن يحصلوا على مبتغاهم دون أي ضجيج إذن لك التمكنت الثورة المضادة في اليمن من توفير الشروط الموضوعية لإسقاط مشروعين خطيرين على مستقبل اليمن جمهورية وشعبة هما مشروع التوريث الذي سقط ومشروع الإمامة الذي جاري إسقاطه وليس هناك أي أفق لهذين المشروعين في المستقبل إذن لا يستطيع أي فصيل انكلاب اليوم أن يسيطر على كامل التراب الوطني مطلقا وستضيق عليهم الدائرة عاجلا أم عاجلا وسيسلم تسليما أليست هذه بعض أهداف ثورة فبراير؟ بلى صحيح أنها مكلفة لكن هذا القدر أو هذه هي أقدارنا هذه أقدار الأمم الحرة أعزائي المشاهدين سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكبال حديثنا عن الكيفية التي تعمل بها الثورة من خلال الثورة المضادة أو كيف تحقك الثورة المضادة بعض أهداف الربيع العربي ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد كلمة ثورة في لسان العرب جاءت من حقل الزراعة الألفاظ أحيانا تجي من حقل الزراعة من حقل اكتجارة من حقول الصناعة كلمة ثورة جاءت من الحقل الزراعي من تثوير الأرض من حراثتها تعني حراثة الأرض وكلب عاليها واطيها والقرآن يذكر هذه يعني عفواً القرآن يذكر هذه اللفظة بهذا المعنى كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها من هنا جاءت تسمية الثور أيضاً كما أظن هذا الحيوان الذي يعتمد عليه في تثوير الأرض والأرض نفسها في لسان العرب تسمى الثرى في مقابل الثرية التي في السماء الجذر اللغوي لكلمة ثرى وثرية وثورة وثور جذر اللغوي واحد يعني والعربي الذي استخدم كلمة ثورة في وصف بعض الاحتجاجات السياسية كان ذكياً وموفقاً هذا استخدم طبعاً في العصر العباسي الذي استخدم هذا المصطلح كان ذكي وموفق لماذا لي أنه عرف البعد الفلسفي للكلمة واكتشف العلاقة بين الثورة بمفهومة السياسية يعني وبين تثوير الأرض باختصار وجد أن الثورة السياسية مثل حرافة الأرض أول شبه بين الحالتين هو أن الإنسان لا يحرث أرضه إلا إذا توقفت عن العطاء يعني لن يذهب أحد لحراثة أرضه أو أي أرض مزروعة تنتج وتعطي الحراثة لا تكون إلا لأرض يابسة كفت عن العطاء وكذلك الثورة السياسية الثورة السياسية تحدث لأن الأرض السياسية توقفت عن العطاء لأن النظام السياسي توقف عن العطاء الدولة نفسها أصبحت عاجزة الدولة والنظام السياسي توقف عن الإنتاج والعطاء للأمة وهنا تخرج الأمة لحراثة الحياة السياسية من جديد لكي تضع في باطن الأرض بذور الخير والنماء التي كد يتأخر حصادها قليلا وهنا نكون أمام وجه الشبه الثاني بين الثورة والحراثة في الحراثة يتم قلب الأرض وجعل عليها وعطيها وفي الثورة السياسية أيضا يحدث ذلك الثورة تكلب الحياة السياسية والاجتماعية كلبت حياتنا من يوم ما جاءت لليوم ونكلت يعني أوضاعنا من حالة الاستقرار إلى حالة القلق والاضطراب المؤكد لكن طبعا كلمة الاستقرار هنا ليست كلمة إيجابية بالضرورة ما يوصف بالاستقرار في ظل دولة الفساد والاستبداد هو في الحقيقة ليس استقرار هو أشبه باستقرار المريض في غرفة العناية المركزة ليس استقرار حقيقي ناتج عن وفرة الصحة والرضى الرضى الاجتماعي والنمو الطبيعي للمجتمع لا هو استقرار ناتج عن دخول المجتمع في حالة غيبوبة ومرض واحد جثة هامدة لأن كلها جثة مستقرة يعني الاستقرار ليس بالضرورة دائما كلمة إيجابية أما وجه الشبه الثالث بين الحراثة والثورة فهو أن بذرة الحب في الزراعة تدفن في باطن الأرض وتترك مدة لتنمو لوحدها وتخرج بعد زمن من تحت الأرض وقد حملت خير كثير وكذلك الحال في الثورة السياسية هناك من يستعجل ثمارها الآن ويظن أنها قد فشلت في تحقيق كامل أهدافها ولا يتنبه للتحولات العميقة التي تحدث في باطن المجتمع الآن بدرة ثورة في الباطن لا يتنبه إلى ما بدرته في بنية الوعي الجمعي في بنية الثقافة في بنية الأخلاق في بنية السياسة في البنية العميقة لا يتنبه إلا أن هذه البذور تسكى بماء الثورة المضادة نفسها الثورة المضادة فتحت عيون العرب على حقائق كثيرة كانت غائبة عنهم أو غامضة اليوم سقطت أقنعة المثالية التي كان يرتديها الحكام العرب وظهروا على حقيقتهم هذا إنجاز اليوم انكشف المشروع الأمريكي في المنطقة وسقطت معه مزاعم نشر الديمقراطية إلى الأبد اليوم لا يمكننا أن يضحكوا علينا الأمريكان يقولوا نحن جايين نزرع ونغرس عندكم ديمقراطية خلاص انتلموا هذا عرفنا جندتهم وانكشفت تماما ومعادة حدا اليوم يمكن أن يدافع عنهم اليوم انكشفت عورة الخطاب الديني المصنوع في أقبية المخابرات لخدمة النظام السياسي وعرف كل أناس مشربهم وتكشفت مع هذا الخطاب يعني تكشفت معه عورات الخطاب الحداثوي أيضا والخطاب التقدمي الذي تبين أنه لا يستطيع العيش إلا في ظل البياد العسكرية وانكشف هذه العورات وسقوط هذه الأقنعة اختصر لنا مسافات طويلة إلى المستقبل اليوم عرفنا المشاريع السياسية والمشاريع الفكرية الموجودة في الساعة عرفنا مدى أهليتها للدخول إلى المستقبل عرفنا أجندتها الحقيقية وحشاشتها وضعفها وأصبح الجمهور زاهدا فيها وسيبحث في المستقبل عن الكارب ليناسبة للعبور إلى بر الأمان من فوائد الثورة المضادة للربيع العربي أنها أزالت الغشاوة عن أعين أعين العرب والشباب العربي على وجه الخصوص وأفضل وصفها بالغشاوة الرومانسية العرب أو أكثريا منهم كانت واكعة تحت تأثير المنظور الرومانسي المثالي للتاريخ والسياسة والحياة هذا المنظور الرومانسي سقط الآن بفضل الثورة المضادة وانتكل العرب إلى المنظور الواقعي هذا أهمية خطيرة وكبيرة هذا أيضا يختصر مسافات بيننا وبين المستقبل كنا بحاجة إلى صدمة بحجم الثورة المضادة توقظنا من سباتنا الرومانسي على رأي أمينويل كامت قال ديفيد هيوم أي كظني من سباتي احنا كنا بحاجة لمن يوقظنا من سباتنا من مظاهر السبات الرومانسي الذي كنا فيه أنه كان البعض ينتظر المخلص الفرد مثلا ناس ينتظروا صلاح الدين وناس ينتظروا عبد الناصر وناس ينتظروا المخلص المهدي المنتظر وكلهم كانوا ينتظروا القائد الزعيم الفذ اللي يعيجي يقودهم على المخلص البطل اللي يأتي راكب على صهوة حصان أو دبابة اليوم تبين للشباب أن الخلاص جماعي لا فردي وأن التفكير في المخلص الفرد هذه موضة قديمة وأن هذا الخلاص سيأتي على صهوة العقل مش على صهوة الدبابة والحصان لأن الفرد اليوم الناس باتوا يعرفون أن الفرد يعني الاستبداد والفرد يعني عجز الجماعة لما يكون عندك فرد متحكم متصلط معناه البقية عاجزي مهما كانت سمات هذا الفرد عبكرية والتخلص من المنظور الرومانسي للتاريخ والحياة سيخلصنا من أوهام العقل والثقافة الأوهام التي تسببت في تعطيل قوان الفكرية في الفترات الماضية وسينقلنا من مرحلة الانتظار والتنظير إلى مرحلة العمل الحقيقي كان العربي طوال العقود الماضية من العصر الحديث مشبعا بالرؤية الرومانسية التي انتكلت إليه من مصادر عديدة أبرزها الخطاب القومي والخطاب اليساري والخطاب الإسلامي أيضا كان رومانسي الخطاب القومي كان يبشر بوحدة عربية من المحيط إلى الخليج من المحيط الأمريكي إلى الخليج الأمريكي والخطاب اليساري كان يبشر بمجتمع العدالة الإنسانية والخطاب الإسلامي كان يبشر بدولة الخلافة الإسلامية كلها مشاريع مثالية رومانتيكية ثم تبين للعرب أنها جميعا أحلام فنكوشية خطابات جوفاء لا تملك رؤية علمية ولا خطة عملية لمشاريعها ولا يملك بعضها حتى القيمة الأخلاقية التي تؤهل للعمل باع الثورة وباع الوطن نكاية بالإسلاميين اليسار القومي والأممي في معظمه ارتما في أحضان العسكر وأحضان الرجعية الشيعية نكاية بالإسلاميين وهو التكدمي ارتما في أحضان الرجعية والإسلاميون أثبتوا أن قيام الليل وصوم الاثنين والخميس لا يبني دولة ولا يحمي من مؤامرة ولا يغني عن مراكز الدراسات والبحثة الاستراتيجية وأثبت أن قراءة مذكرة موشي ديان وكتب برجينيسكي وبرنارد لويس أهم من قراءة رياض الصالحين وصيد الخاطر لابن الجوزي لأنه الذي يتصدى لشؤون السياسة في العصر الحديث يبغي أن يكون جزءا من هذا العصر عارفا بتياراته وتعقيداته وأسباب الفشل والنجاح فيه باختصار الثورة المضادة كشفت عوراتنا كلنا وأثبتت أن أحزابنا السياسية ومشاريعنا السياسية كانت عاجزة إلى حد كبير وهذا أيضا كشف مهم سيختصر لنا مسافات طويلة إلى المستقبل يعني تقدر تقول أن الثورة المضادة ستؤدي إلى تغيير الإنسان نفسه بدلا من الاكتفاء بتغيير النظام السياسي وهذا أهم تغيير الإنسان هو الهدف النهائي للثورة أما تغيير النظام السياسي فهو هدف برحلي إجرائي يعني الثورة المضادة بتشارك معنا أيضا في التغيير ولكن من حيث لا تدري لما قامت ثورات الربيع العربي كان النطاق الجغرافي المستهدف لها هو حدود الدولة الوطنية فقط اليمنيين في اليمن السوريين في سوريا المصريين في مصر التونسيين في تونس وهكذا يعني كان الثور يفكرون في تغيير النظام الحاكم لدولتهم من أجل تحسين أوضاعهم داخل الحدود الوطنية ولم يكن هناك تفكير أممي للثورة ولكن الثورة يتبنون أيضا تصدير الثورة لكن الثورة المضادة هي التي نكلت الثورة من المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي بسوء نياتها هي التي نكلت رياح التغيير إلى المستوى الإقليمي من حيث كانت تظن أنها تعمل على إجهاز الثورة اليوم الخليج الذي مول الثورة المضادة كارون الثورة المضادة يتعرض لزلازل باطنية عنيفة ستجبر أنظمتها السياسية على إحدى الحسنية إما التغيير الإيجابي أو السقوط وأي تغيير يحدث في الخليج اليوم سيكون له مردود في المستقبل سواء أكان تغييراً إيجابياً أو تغييراً سلبياً إذا كان تغيير إيجابي فهو إضافة إلى الناتج الكومي العربي في التغيير والإصلاح السياسي كله بركة وإن كان تغيير سلبي فهو إضافة تعجل بسقوط هذه الأنظمة المعيكة للنهوض والتحرر ونخلص منها لقد أجبر الربيع العربي أجبر بعض الأنظمة العميلة المستترة إلى الظهور العلني على حقيقتها اليوم أصبح اللعب على المكشوف كما يقولون فوق الطاولة الآن هناك حلف واضح يمكننا أن نسميه حلف إسرائيل أو المحور الصهيوني يضم عدداً من الأنظمة العربية هذا الحلف هو نفسه حلف الثورة المضادة للربيع العربي ليست مصادفة أن يكون حلف الثورة المضادة للربيع العربي هو نفسه حلف إسرائيل وبعدين يقول لك هذه كانت مؤامرة إسرائيلية الربيع العربي كان مؤامرة إسرائيلية ياخذ الثورة المضادة هي حليفة إسرائيل وليس الربيع العربي دول الثورة المضادة هي التي أصبحت جزءاً من حلف إسرائيل أفلا تنظرون هذا الانكشاف الذي حدث مهم جدا وسيكون له مردود في المستقبل لصالح الشعوب لأن الأنظمة العميلة التي كشفت عن وجهها ستضطر طوال الوقت في المستقبل لانتهاج سياسة استبدادية قمعية تجاه شعوبها ومعارضيها لتأمين نفسها من خطر الثورة علشان تأمين نفسها لأنه انكشفت وهي تعلم أن الجمهور غاضب وغير راضي فتضطر عشان تخرس هذا الجمهور تستخدم القوة والعنف وتتخذ إجراءات خاطئة هذا الكدر من الكمع والاستبداد نفسها هو بذرة فنائها على المدى البتوسط والبعيد ستضيق عليها الدائرة ستتصرف بحقد وغباء وتتكاثر أخطاؤها وتنشغل عن التنمية ويكون مصيرها السقوط الحتمي وهذه ثمرة مؤجلة لربيع العرب يعني الثورة المضادة ليست عملا إطفائيا ينهي الحريك وخلاص لا الثورة المضادة زيت جديد صب على النار الكديمة نكل الثورة إلى مستويات جديدة غير منظورة ومن الصعب السيطرة عليها من كبل الحكومات والأنظمة لأن أهداف الثورة المضادة نفسها أكثر طموحا من أهداف ثورتنا يعني إحنا كثوار يعني طائفة الثوار كنا نطمح إلى إيجاد الدولة الديمقراطية دولة المدنية التي ترعى حقوق الناس الحقوق والحريات والتنمية أما الثورة المضادة فتطمح إلى تغيير الوعي العربي والإسلامي من جذوره وإلى تدمير كل الموانع التي تكف أمام هذا التغيير سواء أكانت دول أو جماعات أو مؤسسات أو أفكار وهذا طموح طموح كبير واسع صعب طموح سيدفع المنطقة لثورة ثالثة في المستقبل تقضي على الثورة المضادة هذا الطموح في التغيير الجذري للإنسان العربي وثقافته ودينه ووعية عبر عنه ستيف بانون مستشار الرئيس الأمريكي الأخير هذا حين قال بانون نفسه قال في إحدى محاضراتي في أوروبا أنا فخور لكوني صاهيوني كررها أكثر من مرة وكان سنعمل على تحديث الإسلام وتطويره يعني أصبح مشتهد في الإسلام مجدد وبعدين حدد الجماعات والدول التي تكف أمام مشروع التحديث والتطوير للإسلام وللمنطقة والتي تكف أمام مشروع الشرك الأوسط الجديد الذي تحكمه إسرائيل فقال هي إيران تركيا الإخوان المسلمون حماس وطبعاً والذي يدعمهم تعالوا نستمع إلى ستيف بانون وإلى بعض ما جاء في خطابه المتطرف نعمل 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 ونعمل ونعمل لإشتراف بإذن جزيزة عدو وصف وضع مجدد وإن أعتمد أني نعمل أحتوى أحتوى أحتمال الكثير لا يمه أشبه أمم أشبال أحساب ومكان ومكان لقد المسلمون من سبري هذا الخطاب سيقود الثورة المضادة إلى صدام شامل مع الأمة العربية والمسألة مسألة وقت لا غير جنين الثورة القادمة يتشكل الآن في رحم الأمة يعني حين يصل الإنسان العربي إلى قناع بأن هذه الأنظمة العميلة تريد أن تغير هويته والأسس التي قامت عليها حضارته في هذه الحالة هو لم يسقط بالتأكيد لن يسقط ويعني التاريخ شاهد على ذلك هناك أمم يعني قاومة مقاومة شرسة في أمور أبسط من هذه فما بالك بتغيير هوية حلف إسرائيل اليوم طموحاتك كما قلت ستؤدي إلى القضاء على هذه الأنظمة على محور إسرائيل وربما على إسرائيل نفسها العامر ليس سهلا وهذه طبعا من بركات الربيع العربي هي التي زنقتهم في هذه الزاوية ودفعتهم إلى هذا الخيار المر المر عليهم هم أعزائي المشاهدين أرى أن الحلقة قد انتهت إلى هنا ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة